السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ازايك يا جماعة ياربوا تكونوا بخيروا في احسن حال مهدا ان شاء الله جايلكم بخلطة دي ده خلطة جويسة جدا ما شاء الله هتخالي الفراح تشيل لحم معاك وتشيل معاك اوزين كويسة ناس كتير بتسأل بتقول ان عايزة الفراحة عندي تشيل لحم لان الفراحة عندي بتبقى خفيفة كل الحاجات دي يا جماعة ان شاء الله هنقولها في الفيديو ولو انت كمان عندك فراح بلدي بإذن الله الخلطة دي هتنفع لها لانها ان شاء الله بتقدى على المشاكل المعاوية كلتها وتقدعها جدان وكمان رفعة مناعة وكل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عليها الناس كتير يا جماعة بتشتكي بتقول ان عندي الفراحة بتوتش وان عندي الفراحة خفيفة ما بتشيلش لحم وعندي كمان الفراح بتكش الكلام ده ان شاء الله كلته هنشوف العلاج بتاع قوة هنعمله فلطة كويسة جدا الفلطة ده هتفيدك بإذن الله يلا كده يا جماعة سموا الله وعموا لك للفيديو عشان نرسل لأكبر عدد من اللايقات وناس كتير تشوفوا وتستفاد من اللي احنا ان شاء الله هنقوله يلا بنا نبدأ الخلطة اول حاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين انا معايا تلاتة كيلو علف اهوت ده جماعة تلاتة كيلو علف معايا ده ان شاء الله اللي احنا هنعمل عليهم الخلطة بتاعتنا العلب دوت عرف وسط انا لسه مأكلتش نهي خالص زي ما انتم عارفين لان لسه العمر بتاعهم ما جابش ان انا اكاكلناش تمام فده بسم الله ما شاء الله اللي احنا هنعمله النهار ده على الخلطة بتاعتنا اول حاجة بس حاب اقولكم ان احنا يعني ان شاء الله لازم نضف المكان يا جماعة علشان الخيطات تم النتيجة معاكي احاب اقولكو بس على شوية نصايح مهمين لازم كلكم تنتو تعرفوه اللي هم ايه نضفت المكان اول حاجة تهويت المكان ده كان حاجة يا جماعة ده اول حاجة عايزين نعملها كده مع بعض عشان الناس بتير معنداش اي خلفية عن التربية فانا بقول الكلام ده يا جماعة عشان الناس كلاتها تستفيد اه الناس اللي هي لسه بتجيب وترب اول مرة يا ريت اول حاجة نهو المكان كويس ما نكتمش عالفراخ بتاعتنا نقول لا ده جوه برد والفراخ هتبرد مننا نقول مكتمين خالص نجري بقى نبص الفراخ تشمت وتعبت وكشت والكلام ده كلات حتى من المكان الجوه برد يكون عندي الفتحة ان انت تفتحي للفراخ ان هي جدد التهوية بتاعت المكان بعد كده يعني نشوف بقى نظافة المكان النظافة لازم يكون النظافة قبل كل شيء النظافة عمر الفرخ ما يتعب معاك وعمر الفرخ ما يجولو كوبسيديا الكلام ده كلاته ان شاء الله مش هتشوفوه اتعب شوي وبسم الله مشاء الله هتلاقي عندك فراخ الاوزان بتاعتها كويسة جدا وهتبقى راضي عنها باذن الله مش هنفرح بقى بالفرخة عندنا وسل اتنين كيلة او اتنين ونص لا ده باذن الله اقل حاجة لازم يوصل عندك اتنين تلاتة كيلو او تلاتة ونص ده علشان تبقى راضي عن الوزن بتاعك بتاع الفراخ بتاعتي تمام فان شاء الله كل الحاجات دي يا جماعة لازم انا انا اصلا كل الفيديوهات بأكد على الكلام ده كلاته بس عشان الناس ما تقولش انت كل مرة بتتكلمك يعني بتقول الكلام ده نفسي الكلام دوت في كل الفيديوهات لأ فحلى بنقوله يا جماعة في كل الفيديوهات ليه علشان الخلطة اللي انت هتعملها ديك ما تعملهاش في الفاضل لازم يكون في بداية لها او مضمون لها في الاول خلص على اساس اللي انت تعملها عليها الخلط الكلام ده احنا بنقوله لها جماعة او في كل حلقة احنا بنقوله لها علشان انا باجي في الكممنتات بلاي الاسئلة نفسي هي هي الاسئلة ابقى شرحه كله في الفيديو بس بلاي الاسئلة نفسي يا جماعة اللي احنا بنقوله الناس بترجع تسأل في تاني الناس بتقول طب الفراخ عندي بتكش ماشي احنا برضو بنقوله عمله كده يا جماعة اشياء في رحمة تعبش الناس عندي برضو بتقول اه انا بعمل كل الخلطات بس ما بتجيبش نتيجة هي طبعا عمرها ما هتجيب نتيجة طول ما الفرخ تعبان اه الفرخ عندك عنده اسهال ما تحطش اي خلطات ولا تعمله لأي خلطات الا اذا انت عليكت من الاسهال الاول بتعالجي ازاي يا اما بتجيبي اه بنعمل الخلطات الطبعية اللي احنا بنقول عليها يا جماعة ده اول حاجة ما جابتش عندك نتيجة ممكن تجيب اي دوة بيطارية لغاية اهم حاجة الاسهال ويروح من عندي الفرخ بعد كده علشان الفرخ يشيل وزنه كويس معاكي ابدأ بقى اعمله الخلطات اه في الناس كتير تبص تلاقي ما عندهاش ما تعرفش ان الفرخ مسلا يكون عنده اسهال ما بتاخدش بالها من الكلام ده خالص او الفرخ عندك وكسيديا لأ ما في الناس كتير فعلا يا جماعة والله ايه ما عندهاش ايه خلفيه الكلام ده خالص انا بقولك يا جماعة وانت بتاكل الفرخ كده اقعد وقصدها شوية شوف الفرخ اللي هو بيأكل ماشي ده بقى فرخ كويس صحيته كويسة مش تعبان الفرخ اللي هو تبصت ايه نام على جنب كده وكاشش اعرف ان الفرخ ده في حاجة هنبدأ نعمل ايه بقى علشان نعرف الفرخ ده كويس او مش كويس او تعبان ولا مش تعبان الاحز بقى البراز بتاعهم يعني وانا قاعدة كده بقى اكلهم بلاحظ البراز بتاعهم او الفرخ بتاع الفرخ حسيت ان في اسهال او بعرف الفرخ دوت خفيف عشان عنده اسهال او تعبان عشان عنده اسهال ما بيأكلش برضو في حاجة مهمة يا جماعة الفرخ اللي هي اللي عندها كوكسيديا في ناس مش عارفة يعني ايه كوكسيديا الكوكسيديا دي اما الفضلات اللي هي بتبقى لونها بني او اللي هي بتبقى لونها عسلي ده بيبقى داخل على دور كوكسيديا الدور الكوكسيديا بقى اللي هو بيبقى داخل في الدور فعلا دخل فيه يعني وبتقلع وده بيبقى اخطر حاجة اللي هو تبص تلاقي لون البراز او الفضلات بتاع الفرخ لونها احمر اللون الاحمر ده جماعة بيبقى اخطر بيبقى اخطر بقى مرحولة عندي الفرخ فاما احنا بنعمل ايه الخلاطات الطبيعية اللي احنا ان شاء الله هنعملها معاك النهاردة ديت ده ممكن انت تعمليه كتحسين وقائق او لزيادة حجم الفرخ بعاكي علشان الفرخ يشيل لحم بس الاحسن ان انت تعملها على طول باستمرار حتى لو الفرخة مش تعبان اعملها على طول باستمرار عندك بقى الفرخة تعبان ان شاء الله الخلطة اللي احنا هنعملها ديت بازن الله هتعالج كل الكلام ده لانها هي اساسا متهرة وبتعالج كل مشاكل المعدة زي ما قلتلكم انا هعملها قدامكم يا جماعة وهقول لكم ديت كل حاجة فايدتها ايه وبتعالج ايه والفوائد بتاعاتها ايه الخلطة يا جماعة بتاعاتنا اهيت قدامكم اهي ده عبارة عن ايه ده بردقاش اللي انت شايفينه قدامكم ده ده بردقاش اه تاني حاجة ده حبة البركة اللي معانا التالت ده ده كرقة ان شاء الله هتعرفوا فوائد كل حاجة من ديت وفايدها ايه للفراغ اه بعد كده انا هقلب الخلطة على بعضها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهي بعد كده ان شاء الله هنقلب الخلطة على على التالتة كل علف زي ما انتم شايفين بالشكل ده هقلب بقى خلي الخلطة كلاتها يعني كلاتها من فوق لتاعته كده يعني هنقلب جماعي المكونات ديه فنحطة كلاتها اهي ودلوات يا جماعة حطينا العلب للفراغ هيت وفراغ ما شاء الله اتلمت عليها وفتاكل دلوات بقى ققدر اقولكم فوائد ايه علشان الناس كلاتها تستفاد اه ممكن انا عرفة الناس هتقوله تابلت بش حطة علفتين لها علشان الفراغ كلاتها تاكل بس يا جماعة عشان المكان دايق انا حطى لهم واللي بيشبع طبعا بقى التاني بيجي اياكم اه الفوائد بتاعتها الاول يا جماعة اللي هم اتقلت خالفاتها على بعض البعض انا هقولك الفوائد بتاعته بميع علشان كلكم تستفادوا برضا من الموضوع دوا اول حاجة عندنا بتقتل اددان مطهرة للمعدة ثانا حاجة ان هي اه رفع مناعة طوى جدا اه تالت حاجة بتحتوى على عناصر غزائية كبيرة جدا بتتمشق الهرمون عند الفراغ طبع يعني هي طبع فائدة كتير جدا يا جماعة بتزود الوزن معاك يعني هي اعتبر لها يعني فائدة كبيرة جدا في زيت الوزن يعني احنا مش بنعملها يعني كعلاج او الكلام دا كلاته لا هي لها فائدة كبيرة في زيت الوزن معاك برضا بنعملها كمضاد بحاول الفراغ الخلطة دي تعتبر كمضاد بحاول الفراغ بتاتل باكتيريا الضارة زيها زي الخامرة بالزبط او اي مكون تاني باتل باكتيريا الضارة بينشط في باكتيريا النفع تمام؟ اه لو الفرح عنده اي اتهابات عنده اي حاجة ده مضادة للمعدة انا هدوسها جمعا لا خلاف كده كمان ان هي تعتبر كمان مضادة سمو يعني الناس اللي هي بتقول انا هشتري مضادة سمو من عند البطرة او الكلام ده كلاته لا انا باقول لك لا اه برضو في حاجة كمان اما بتيجي بغياري من العلس من نوع لنوع احنا بينجيب مضادة سمو معلشان انساك ما يتعبش معاك لا انتو ممكن تعملي الفرطة دي تعمليها اه لو انت عنديك بالفراغ عبانا لقدر الله ممكن تعمليها تلاتة يام وربعة ايه الفراغ عندك؟ مش تعبانا اعملها مركين في الالفوة يعني المهم برضو ان انت لازم تعمليها علشان تخلي الفراغ ما شاء الله معاك لشي اللحم كويس اه برضو هلاقي في الناس في الكومنتات تقول لي طب الحاجات دي تنعمل ازاي الفراغ ينقرها او ازاي هيكل لا يا جماعة بياكل ملكيش انت دعوة احط الخلطة ديك واسيبي الوعية بتاعت العلس قدام الفراغ لو انت حتى عملتها بالله او عملتها السلط سيبي الوعية بتاعت العلس دي او العلاف لغاية ما الفراغ تخلص علف خالص وتنقر كل اللي في الوعية هتبس تلاقي ما شاء الله ما فيش اثر للخلطة بتاعت اللي انت عملتها اه فينو تكعملنا هون يا جماعة يعني الناس اللي هي بتسأل بتقولوا طب ينفع احط الخميرة دلوقتي على العلس يعني لما الفراغ سيبنو بكبر ولا حاجة انا لغاية يعني عشرين يوم بفضل احط الخميرة على العلس يعني يمكن انا قليل اول وانا حططها في المية بس يمكن لو انت عاملة خلطة زيديت وحب تحط الخميرة ممكن تحطها في المية الفراغ برضه هيستفاد منها تبقى كويزة يعني بدل ما تقلبها على الاكل انت ممكن تحطها في المية مع الخلطة اللي انتنا عملناها على الاكل دي ما شاء الله الفراغ هيكل ويشرب وهيستفاد من خلطة من خلطة الخميرة وهيستفاد من خلطة العلس اللي احنا عملناها على الاكل في حاجة مهم يا جماعة كمان علشان الفراغ يبقى صفحته كويسة جدا معاك على طول ما يتعبش لو على الصفح كده نقطة خل على ريق على رفل مية نقطة خل يعني اي مش نقطة نقطة لا معلقة خل خلتها كده على ريق بسم الله ماشاء الله صحتها كويسة جدا معاكش ما عندك ايش معلقة خل ممكن نص بمونة ومعلقة عزاء ما شاء الله ده هتخلي الفراغ صحتها كويسة جدا نتجد ده معاك ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة يا رب يكون عجبكم تنسوش تعملو بقى يا جماعة لايك للفيديو لو عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته